السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواعي الوصفات اهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اليوم ان شاء الله رح نعمل غريبة بالفستق الحلبي مكوناتها كتير سهلة وبسيطة كوب من السمنة الجامدة بالتلاجة لازم تكون مع نصف كوب من السكر البودرة مع اثنين كوب من لطحين بنحط السكر الناعم مع السمنة الجامدة الباردة ضروري انها تكون باردة بنخفقهم مضبوط لحديث ما يصور لونهم على بياض زي الكريمة بصير منظرها بعدين بدنا نكمل ان شاء الله الخطوات بس نكمل خفق السمنة مع السكر غريبة كتير طلعت زاكية بس طلعت كتير كتير طيبة ان شاء الله بتجربوها وبتعجبكم لازم يكون نوع السمنة عندك طعمه كويس وطيب لانه هو اساس الغريبة سيما انتو شايفين كيف صارت السمنة والسكر كيف معي وبعدين بدي احكي لكم شغلة تعني ان السكر لازم تكون كتير ناعم يعني طحنها مضبوط عشان تكون عندنا الغريبة قرية او تكون هشة زي ما انتو بدكم هيك خلصنا بالخفاقة خلاص بنستعمل ايدنا بنحط تقريبا ربع كوب من الفستق الحلبي المطحون مطحون ناعم لازم يكون كتير عشان ما يبين معانا بالغريبة بعدين بنحط لطحين طبعا انا منخلته قبل يعني حطيته بالصحن وكنت منخلته بنحط شوي شوي وبنعجل اول اشي بنبدأ بالمعلقة عبر ما تتماسك معنا العجينة بعدين بنبدأ نعجل بايدنا ضروري ان نعمل بايدنا عشان نحس كثافة العجينة نضلنا نحط بالطحين ونعجل يعني ممكن ناخد الكستين وممكن اقل شوي كتير طلعت طيبة وكتير زاكية ان شاء الله رح تعجبكم جربوها وحكولي بالتعليقات كيف طلعت معاكم كيف طلعت معاكم تفشتك حلبة كتير اعطاها طعم زاكي وانت بتعجني فيها ببين معاك انها كتير طرية ومع خفقنا للسكر والسمنة بتحسيها كأنه محتوط لها مادة رافعة بس هو من كتر ما خفقناها صارت زي هيك بعد ما عجلناها زي ما انتو شايفين لازم تكون طرية بس متماسكة ما بتلزق باليد بعد ما نعجنها بنحطها بالتلاجة شوي ولازم يكون المكان اللي انت بتستعملي او بتعملي فيه يكون بارد بدنا زي ما انتو شايفين بدنا نكورها حسب الحجم اللي انت بدك اياه كورتها زي ما انتو شايفين وخليتها كورة عشان وانا بحط الفستق الحلبي على الوجه بضغطها ضغطة خفيفة جداً بحطها بالفرن طبعاً فرن سخن قبل بوقت زي ما انتو شايفين ما بتتحمر من فوق بس بنحمرها شوي من تحت هيك صارت مستوية عنا ان شاء الله وصفتي لهذا اليوم تعجبكم ازا اعجبكم الفيديو لا تنسوني من لايك والشير ويعطيكم الف عافية